انتقادات شديدة تطال جون كيري المبعوث الأمريكي الخاص لتغير المناخ في إدارة بايدن بعد تسريب تصريحات لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف قال فيها إن كيري كشف له عن عمليات عسكرية إسرائيلية ضد أهداف إيرانية في سوريا كيري أنكر بشكل قاطع عن التهم الموجه ضده بأنه ناقش مع ضريف قيام إسرائيل بمئتي عمليات عسكرية ضد أهداف إيرانية في سوريا عندما كان وزيرا للخارجية في عهد الرئيس باراك أوباما واصفا تلك المزاعم بأنها لا أساس لها على الإطلاق أستطيع أن أقول إن هذه القصة وهذه المزاعم خاطئة بشكل لا لبس فيه لم يحدث هذا أبدا سواء عندما كنت وزيرا للخارجية أو منذ ذلك الحين الإدعاء هذا أثار ضجة بين المحافظين الذين اتهموا كيري بخيانة الأسرار الإسرائيلية وجاء نفي كيري بعد مطالبات من قبل جمهوريين باريزين باستقالة كيري أو إقالته من منصبه على الفور حيث قال السنتور الجمهوري من ولاية ألاسكا دان سوليفن أن كيري بحاجة إلى الرحيل بينما أوضح الجمهوري من ولاية تكسس السنتور تات كروز أن الاتهامات إذا كانت حقيقية ستكون بمثابة كارثة رشخيات العربية